بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطهرين السلام عليكم أحبة المشاهدين اليوم إياكم في برنامج جديد أسبوعي تحت عنوان صور من الحياة رح نكون إياكم بأول حلقة ونتناول بها صورتين من الحياة الصورة الأولى صورة النفق والصورة الثانية صورة تعالج النفق فأهلا بكم مشاهدين الكرام قضايا البرنامج قضايا واقعية ونشوفها بحياتنا اليومية وبمجتمعنا أما بهذه الحلقة رح نكون مع قضية أترك تعريفها بالمشاهد التالي خلي نشوف الو الو ها حبيبي صوفي شعونك شعون صحتك الله يخليك شكوا ماكو الله يحفظك حبيب قلبي أقول لك محمد شخبارة؟ هم عندك أخبارة؟ لا وين؟ متوعدين باتر؟ شكوا خير؟ أقول لك الباحا صارت في السالفة بالقهوة وأنا مرت أقول لك بس طلقت هكذا بروحي هاي والت أخويه وتعرف ما أظم عليك شيئا محمد الباحا يا أخوه كان يحكي عليك يقول عليك منافق هاي والله هو كان يحكي وقدام الوليد ولدهم كانوا موجودين أنا حال ضجته تعرف لأنه هو أخوك والتدامن تدافع عني وتحكي هاي هاي والله وإذا تريدها ما تنبليل تعال وروح لقاه هو وسأله ولد هاي والله هو بعد ما أعرف خير الشيء يالله أنا ما عندي شغل بعدين أقابرك حبيبي حبيب قلبي أشوفك كل يال حبيبي ما علينا خواه ومعليكم شوانك شوان ساعي شعب بارك شعب بارك ربعكم الله أبا الخير الله أبا الخير عافية شوانك شاك بارك والله الحمد الله والخير اتشلو أنا والله الحمد الله شو نسوى مقضيها نصلح بين هذا وذاك وها قبل أن تأتي كان يحكي عليك واحد بتتريفون ها من هو هذا؟ والله صراحة ماردة يجيب اسمه وقالتها أخوي وصديقي مصطفى كان يحكي عليك وقال يدير بالك من محمد انت راضي منافق يعني معقول مصطفى حكي عليه؟ ايش بيك مثل ما اقولك قبل لا تجيشي تحكي بالتلفون وقال عليك منافق وانا ما اردت اقول لك بس انت أخوي وصديقي ما اقدر اضم عليك اه اخويا عمار خلي خابر مصطفى شو باش بيه لا لا يم عودة صور مشكلة تريت وردنا التال زينا عطين مبالغة لخابرة لاني ما عنده رصيد ها يلا هاك 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 ألو ها أخوي محمد ألو ها مصطفى شو لونك؟ يا معود يا عشوني تهملك وجد تسأل علي انك خير شبيك؟ يا معود اكون أصدقى نقلولي حاتشي انه التقايل علي يعني منافق لك مصطفى افهم عمار هو المنافق مش عيش علي ايه وستعج عليك تر هو دي خرب بين اتنين افهم يا اخي افهم خلي الله بين عيونك وتعال ونشاوف ونتفاهم احبتي المشهد الفات يأكس صورة من الحياة وهي مشكلة النفاق طبعا الهدف منه مو ترويج للباطل ماذا اقول لك انه نشوف النفاق وتعلم بالعكس احنا نريد ننبهكم وننبه انفسنا انه نحل هذه المشكلة من جذورها بالمناسبة تقدرون ترسلون مشاكلكم فيديو او تسجيل صوت عبر الرقم اللي يظهر اسفل الشاشة شباب النفاق بالمصطلح الاسلامي هو اظهار الاسلام قولا وفعلا واضمار الكفر واللي هذا حاله نسميه منافق والمنافق عالة رأس مال الكذب ويخدع الناس ويظهر بالاسلام والعمل الصالح والايمان على مدية ستر بالاسلام على كفره وليأمنه من بطش المسلمين ويدفع الخطر عن نفسه ويكون المنافق بالغالب مرتبك وخايف بعد ما عرضنا المشكلة راح نحلها من كلام الله وكلام محمد وآل محمد ورح يكون ضيفنا بهذه الحلقة الدكتور أحمد الصفار من كربلا المقدسة أهلا وسهلا بك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين شكرا لك أستاذ محمد علي على توجيه السؤال دكتور عدنا كم سؤال عن النفاق السؤال الأول يقول ما هو تعريف النفاق؟ نريدك تعرف لنا النفاق في بداية الأمر يمكن تعريف النفاق بأنه هو أن يظهر الإنسان شيئا يخالف الباطن كأن يظهر الإسلام وهو في باطنه يكتم الكفر أو يظهر الحب ويكتم في باطنه الحقدة والكراهية طيب دكتور أحسنتم دكتور عدنا السؤال الثاني يقولك هل هو النفاق يعني هو قديم لو جديد يعني أحنا نريد أن نرى النفاق شوكة أجه؟ في حقيقة الأمر أن النفاق لا يعد أمرا مستحدثا عند البشر بل أن هذه الصفة لازمت البشر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر في هذه الدنيا بل حتى أن المسلمين لم يسلموا من هذه الآفة الخطيرة فنجد بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد ابتلوا بهذه الصفة السيئة فمثلا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ركز على هذه الصفة وأشار إليها في آيات عدة بل أن هناك سورة كاملة اسمها سورة المنافقون في القرآن الكريم من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلا أن يقول الله سبحانه وتعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَخْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فالله سبحانه وتعالى جعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ بأنه أشار إلى أن جميع أصحاب رسول الله لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا يعملون الصالحات لذلك وعد قسما منهم قوله سبحانه وتعالى هنا في تفسير هذه الآية وهو ما روته السنة والشيعة بأن المقصود بلتعرفنهم في لحن القول هو أي لتعرفنهم ببغضهم لأمير المؤمنين عليه السلام أي أنهم كانوا في الظاهر يعلنون أولاءهم لأمير المؤمنين عليه السلام ولكنهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أظهروا الحقدة والكراهية لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا هناك حديث في هذا المجال وهو حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام وهو حديث طويل في فضل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وبيان عظمتها وشفاعتها للمذنبين وشفاعة شيعتها ومحبيها أيضا الإمام الباقر عليه السلام في نهاية الحديث يقول والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق فيظهر بأن النفاق لم يكن مقتصرا فقط على من أظهر الإسلام وأخفى في باطنه الكفر بل هناك أيضا من الناس من أظهروا الولاء لأهل البيت عليه السلام ولكنهم في الباطن هم يحاربون أهل البيت عليه السلام ويحاربون ويشككون في فضائلهم ومناقبهم أحسنتم دكتور نحن تعبناك ويانا عندنا سؤال الثالث يقول لك ما هي مخاطر النفاق على الفرد والمجتمع والعقيدة أوضحنا هذا السؤال نعم بالنسبة لتأثير النفاق على المجتمع وعلى الفرد في الحقيقة يعد النفاق أكثر ضررا من الكفر وعدم الإيمان وذلك يعود لسببين السبب الأول لأن النفاق لا يعد أمرا ظاهرا فلذلك يصعب على الإنسان مكافحته ومحاربته لذلك لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما في داخل هذا الفرد المقابل له لذلك يصعب عليه أن يعلم ما يدور في خلده فلهذا يكون النفاق أعظم تأثيرا وأعظم فتكا من الكفر أو عدم الإيمان هذا السبب الأول السبب الثاني لأن النفاق يسعى إلى هدم قيم المجتمع وهدم مبادئه من الداخل وليس من الخارج لذلك نرى في عصنا الحديث أن الأجهزة الاستخبارية والدول الاستعمارية عندما تريد أن تسقط نظاما معينا نرى بأنها تفتعل الضرابات الداخلية من الداخل وتحرك الأجندة الداخلية قبل أن تحرك الجيوش وتحرك الحرب من الخارج لأن التأثير من الداخل يكون أعظم تأثيرا وأكثر فتكا من التأثير الخارجي لذلك الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم عندما بيّن العقوبة الإلهية للمنافقين بيّن بأن درجة العقوبة للمنافقين يعظم من درجة العقوبة للكفار حيث قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة أي أن الله سبحانه وتعالى قسم درجات الجهنم إلى درجات إلى دركات وجعل المنافقين في أسفل درك في جهنم أحسنتم دكتورنا العزيز بقى السؤال الأخير وهو كيف نعالج النفاق؟ كيف نستطيع أن نعالج النفاق؟ هناك في الحقيقة عدة وسائل نستطيع من خلالها أن نعالج النفاق في المجتمع الطريقة الأولى هي أن يكون الإنسان متقيا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى في الاجتناب من هذه الصفة السيئة حيث أن هذه الصفة لها عواقب ولها آثار أخروية شديدة هذا العلاج الأول العلاج الثاني حقيقة نتمثل في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابن الإمام الحسن المشتبى عليه السلام حيث قال يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن لك إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك فكما أن الإنسان يحب أن يقابله صديقه أو أقاربه أو أي شخص يقابله في هذه الحياة يحب أن يقابله على الظاهر أن يكون ظاهره وباطنه سواء عند معاملته معه فلذلك يجب عليه أيضا هو عندما يعامل الناس أن يتعامل معهم في وجه واحد بأن لا يخفي عنهم شيئا وهو يظهر لهم شيئا مخالفا لذلك الشيء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أحسنتم دكتور طيب الله أنفاسك ونشكر جهودك على هذه المعلومات القيمة واستفادينها هواية إن شاء الله نشوفك بحلقات قادمة أذن إخواني النفاق القديم اتجدد طريقته بهالزمن وعلي أن نحاربه بكل الإمكانات لأن النفاق خطر يهدد كيان المجتمع ومخرب للفكر وعقيدة الفرد وهنانا راح نشير إلى مجموعة قيمة من أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في وصف النفاق والمنافقين عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن يأكل بشهوة أهله المنافق يأكل أهله بشهوته وعن الإمام عليه عليه السلام أنه قال النفاق يفسد الإيمان وقال ما أقبح الإنسان أن يكون ذا وجهين صدق عن النفاق أذا يكون المنافق ذا وجهين يجي يمك يصلي ويصوم ولا كأنما بس يروح من وراك ينافق عليك وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط المؤمن بطبيعته يحب الخير الأخوه بس المنافق بالعكس لا يحب الخير الأخوه وإنما يروح ينافق ويسوي له مشاكل إلى هنا يا أحبتي وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صور من الحياة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة